بعد أربعة ألاف عام من الغموض تفتح أبواب هرم لهون المصري لأول مرة كاشفة عن أسرار دفينة وعن مآثر مكنونة بعد أن قد فريق من علماء الآثار التابعين لوزارة الآثار المصرية حوالي عام من الزمن في تطهير غرفة دفن الملك سنوثرت الثاني داخل الهرم وفي التنقيب عن مورية تحت التراب من قطع أثرية هرم لهون المصري هذا لم يتغير شكله منذ أربعين قرن خلت لكن مضمونه بقي موضوع سؤال محير لدى كل زائر وبعد كتم طويل يفصح اليوم قلب الهرم عن شبكة من الممرات والأزقة الغائرة تمت استعادة الأحجار المتوارية تحت غبارها وتركيب السلالم الخشبية الرابطة بينها وعلى رمال منطقة الفيوم عرضت لوحات فرعونية غابرة توابيت ملوك محنطة وقطع أثرية تحمل كل الألوان وتستقطب كل الزوار على اختلاف مشاربهم في خطوة للتعريف بهذا الهرم الطيني الذي يعتقد أنه بني على يد فرعون السلالة الثانية القطع البيضاء من العاج والسوداء من الكريستال الأسود ويمكنكم رؤية البرونز والنحاس في هذه الحيل والأصداف إنها لا تزال في حالة ممتازة وبالمناسبة معظم هذه القطع سوف تهدع مباشرة بمتاحفنا في مصر هذا الهرم تم إغلاقه منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر إلا أن وزارة الأطار المصرية قررت فتحه من جديد كمنطقة جذب سياحي تنعش القطاع وتدخل مزيد من الحياة في حضارة ما تزال تزخر بالجديد ترجمة نانسي قنقر